ربما الأحداث اليوم مختلفة لها طابع دولي والعالم كله بيهتم بحدثين على وجه التحديد الحدث الأول الذي وقع منذ ساعات وهو إعلان الولايات المتحدة إلى أمريكية أنها نجحت في استياض واغتيال وتصفية زعين تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تفاصيل كثيرة استنتاجات تحليلات لكن خلاصة القول رحل أو هلك أيمن الظواهري ليلحق بسلفه أسامة باللدن وينتظر التنظيم قيادة جديدة بتتولى المسئولية الإرهابية خلفاً لأيمن الظواهري كثير من الأحداث كثير من التفاصيل أيضاً كثير من ردود الأفعال ماذا ولماذا وأين وكيف أسماء الاستفهام لا صدارة في الكلام الحدث الثاني للعالم أيضاً كله بيترقبه حتى هذه اللحظة عالم بيسير وبيتحرك على أطراف أصابعه نظراً لخطورة الموقف الولايات المتحدة الأمريكية بتتحدى الصين الشعبية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس شيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية بتقوم بالزيارة من ربع قرن لم تتم زيارة ممثلة إلى جزيرة تايوان الصينية التي تتميز بحكم ذاتي لكن بتصر الصين أنها أرض صينية ولا يجوز لمسؤول أمريكي أو غير أمريكي رفيع المستوى أن يصل إلى هذه الأرض إلى هذه الدولة أو إلى هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي دون أن تأذن له الصين الشعبية حتى هذه اللحظة العالم بيترقب الصين هددت وقالت بأنه وصول بيلوسي إلى الأراضي التيوانية إعلان حرب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ماذا ستفعل الصين بعدما وصلت نانسي بيلوسي إلى تايوان بالفعل وتم استقبالها استقبال إسطوري في عاصمة تايوان والجيش الصيني بيتحرك إلى أي مدى ستنجح الصين في تنفيذ تهديدتها وإلى أي مدى سوف تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في استشرافها وقراءتها وتنبؤتها بردود الفعل الصينية